عرض علي أبو هادي وأبو تراب بالتنسيق بينهم وثنينهم أن أطلع فترة تدريبية خلال هالفترة التدريبية قالوا لي اختار إليك وقت يناسبك أنت أنا شفت مناسب كان إلي كان في شهر رمضان في نهايته فخبرت الجماعة في البلاك بيري أن يكون بروحي قالوا لي تشوف إذا تعرف أحد فخبرت أنا جعفر بما أن أثق فيه وصاحبي عند علاقة قديمة فيه فقال لي ما علي بتشوف لك أحد وشاف لي عبد الحسين صاحبه عبد الحسين مبدئيا كان متخوف أنا كلمته بعدين شخصيا وشرحت لي نفس ما شرحت إلى جعفر قال لي ما علي حجزنا التذاكر أعطوني مبلغ أزل من 500 دينار كان حطوها إلي في مسجد من المساجد في القرية بالتنسيق معهم رحت أخذت من وراء السيفون الضرف في مبلغ أكثر من 500 دينار وصلنا مشهد بالترتيب المسبق عاطيني تلفونات اثنين أرقام صار اتصال وتكلم أحد الأشخاص ما نعرفه وقال هدانا جايينكم وسامحونا على التأخير ومشى خلال عقب يومين بعد جاء مع سيد علي الموسوي أعطونا التذاكر أخذناهم طلعنا إلى طهران جاء شخص كبير شوي في السن مواليده قريب لخمسين سنة ملتحي قصير الرقامة اللي حياتها فيها شيب أعطونا دورة أمنية عن أبراج الاتصالات قال هاي أمنيات فقط وعطونا فورما ملينا فيها أساميلنا وكل شيء وتخصصاتنا في نفس الفترة اللي احنا قاعدين نسولف وياه جاءنا شخص قال يلا قوموا قمنا شلنا الشناطنا وطلعنا من منطقة طهران إلى شمال إيران في وداننا مع سكر صغير في تقريبا ستة سبعة أشخاص بس كلهم يتكلمون إيراني فيهم شخص واحد مترجم إيراني يتكلم عربية فصحة وأغلبهم كانوا يعني يلبسون زي عسكري ساعة تشوف عليهم زي ثياب عادية أعطاننا بدلا نلبسهم قبل لا يشرح بدل عسكرية خضرة وكبس أخضر بعد عن الشمس لبسونا بدلات مع الغوص ولبسونا نضارة وعطونا شلون نسبح بالبوصلة العسكرية وشلون نسبح بالكلاشينكوف وشلون نحاول نرمي إبه وإحنا نسبح وشلون نطمن الطراد وهو يمشي ونروح لليابسة وعلمونا شلون نسبح بهدوء ونروح إلى هدف معين وندخل داخل ورد نطلع بهدوء وعلمونا نسبح بالزعانف مسافات طويلة وبالسنوكل هاي خلال يومين بس من عقب المكينة اليوم الفالف قبل لا نمشي عطاننا عن المتفجرات بشكل إيجاز ساعة واحدة تقريبا شلون يكون التفجير عطاننا أنه في أسلاق تكون وتكون في صاعق أنواع الصاعق ما أتذكرهم كذا نوع أتذكر بس النوع اللي حطونا في السي فور ونوصلها ببتري أبو فلافا فولت وتواصلت بفترة طويلة مع أبو تراب خلال هالفترة المواصل قالوا لي لازم تاخد طراد قالوا لي شيك طراد أنه زين إناسبك وقل لي أنه كم سعره وبنتفاهم إياك دور طراد حصل طراد في منطقة جد الحاجة وشفتها هنا مناسب يعني واتفقتها عن سعر خمسة آلاف وستمائة دينار اتفقت يا راعة طراد أنه نحاول الاسم بالمبلغ خمسة آلاف وستمائة الصباح كان أنا خابرتهم بالبلاك بيري أبو تراب وأبو هادي نسقوا إلي مبلغ في عمير المعلم في سترة وصلت ممطقة سترة قالوا لي تدل مسجد عمير المعلم في قريب من الدوار عند سترتان قلت لهم أدلة مصلي في كذا مرة قالوا لي بس أظهر هناك هكو في مبلغ كامل في الحمام في الظرف محطوط عقب ما شتريت الطراد طلبت منهم أنا شخصيا أنه يكون عندي سيارة مستقلة حق سحابة الطراد فقالوا لي تشيك سيارة لا تكون غالية تشيكت أنا في الإستجرام وشفت سيارة معروضة بكب سيرة أبيض أخذتها من النعيم من عند شخص ما أتذكر اسمه اتفقتها على سعر ألف أمية السيارة مو مسجلة ولا مبينا قلت ليه أوكي خبرتهم أنه بألف أمية السيارة ومواصفاتها قبل لا أخذ البكب استلمت المبلغ طرشوا لي ألف وخمسمائة دينار في مسجد الوسطي في القرية أخذت الألف وخمسمائة قالوا لي حق تسجيل حق تبيم حق الطلعات اللي بتطلعها البقاء الفلوس وأخذت الطرات طلعت فيه كم مرة تشيكت في البحر قلت لهم أن أنا تشيكت وكل شيء أوكي فيه تمام ما أشوف فيه مشاكل حالياً قالوا لي ما في مشكلة بنطلع كبروفا الحين في اليوم الفلاني كان يوم إجازة حددوا لي يوم وعطوني إحداثية وقالوا لي لازم تكون فيها يوم الجمعة الصبح الساعة الساعة ثمان أنت تكون فيها إحنا ليلة الجمعة دشينا أنا وجعفر وعبد الحسين حدقنا في منطقة إشتية طلعنا من منطقة إشتية إلى الموعد وصلنا قبل الموعد بشوي انتظرنا للساعة التسع جوننا خمسة طراريد مع الحرس الثوري الإيراني عليهم سيد علي وعليهم عساكر وعليهم شخص ثاني بعد مدني ما نعرفه أبيضاني الشخص لحيته فاتحة ميل على البني سأل فياننا سيد علي الموسوي ربع ساعة في الطراد قام يسأل عن الطراد وإش لونكم وإش أخبار نفسياتكم إن شاء الله زينين وهل ما جرى من الترحيب خلال هالفترة بس قال لنا خلاص تحركوا رجعوا الحين الديرة ولن وقفتكم الدورية قولوا بس فاتحين الطراد طراريد إيرانية فاتحين الطراد كنا ليهم إن شاء الله أخذنا أنفسنا ورجعنا الديرة أخذت أحداثية جديدة الأخيرية اللي أنصت فيها طلعنا من بندر لبديع أنا وعباس المغرب ساعة خمس ونص تقريبا تحركنا لمنطقة الجارم حدقنا فيها صلينا تفطرنا كان ليلة الأربعة موافق خمسة عشر سبعة وتحركنا بعد ساعة تقريبا من وصولنا ساعة من تحركنا من البندر وصلنا هناك بعد ساعة تقريبا تحركنا إلى منطقة أبو عمامة فانتظرنا في الأحداثية من عشر ونص إلى تقريبا الموعد حدعش ونص وصلنا ساعة نعش وشوي وصلنا طراد ما يبين الطراد عدل لأنه كان سوم ظلام منطقة بعيدة عن السيف عليه أشخاص اثنين واحد منهم ملت ثم اثنين هم ملت ثمين بس ليس ملت ثم أزيد ساكت طويل القامة ضعيف بنيته لا بأس فيها أنه ليس هزيلة الثاني متين يتكلم بحرينين نلاقي كلمة السر قال موجود طالعت في السدر عنده لأربع عشنات طراد تقريبا سبعة وعشرين قدم شابه طراريب لدرازي على ثنتين ميتين ياماها ما يبين موديلهم طراد ما يبين موديلة بس الطراد نظيف كانوا لباسهم عادي مدني بس الدريول كان شبه نفس مال كماندوز لباسه بس هو مو كماندوز بس لأنه أسود لابس كامل والإقناع ماله مميز يعني نفس مال كماندوز اللي داهمه فيه شرطة حتى في الأفلام استلمنا أربع عشنات من عنده قال لأن هالشنات في واحدة منهم أشر عليه فيها حبال قال هالد الحبال تربطون كل ثنتين في حبال وتنزلونهم فيهوك وقت اللي توصلون تحرقون كل شي طبيعي ترفعونهم حسيتون بخطر هدوهم في البحر وتحركوا ودع تقدر تسايف المكان سايف قلت له إن شاء الله وهم ظهروا وإحنا ظهرنا على الجي بي اس ردينا رجعنا حداتية أبو عمامة الأولية اللي حدقنا فيها نفدنا نفس ما يقول ربطنا كل ثنتين يا بعض نزلنا ثنتين في السدر فنتين وراء عند المكاين أثناء اللي حنا نربط الطائرة كانت تطير وحنا نشوفها بمستوى مو شاهق الطائرة حسنا إن هي تصورنا حسنا إن هي شاكة فينا خفنا عقوب ساعة نزلناهم هدناهم في البحر من الهوك بس رفعنا الخيط وسمراه في الماء أنا سيفت مرتين الإحداثية بما أن أنا مرتبك بطني عورني مشيت بس مقدار خمس دقائق قلت لعباس واصل ومبطحت في السدر وعباس مشى بنرجع منطقة الجارم كان ليتات الطراد شغالة وكل شي شغال استوقفونا الرجال خفر السواحل باغتوا الطراد قالوا لنا نبطحوا فنينكم في السدر وقفوا بطحنا ومفتشوا الطراد قالوا من وين جايين قلنا لها من أبو عمامة قالوا لأمو من أبو عمامة تيكل جي بي اس قالوا هاي راحي من مكان بعيد وسحبونا القيادة العامة لخفر السواحل